السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سيد أحمد الحوتي معلم نغة انجليزية اليوم حنحل مبعضنا الأسئلة الاسترشدية الخاصة بالمرحلة النقل الصف الأول الثانوي السؤال الأول read and mark the sense true or false اقرأ وعلم الإجابة الصحيحة أو الخاطئة السؤال الأول a geologist studies the earth علماء الأرض هم الذين يدرسون الأرض الإجابة صحيحة true wind happens when the air moves from areas of high pressure to areas of low pressure الرياح تتسبب أو تحدث when air moves عندما تتحرك أو تنتقل الرياح من مناطق الضغط الآلي إلى مناطق الضغط المخفض الإجابة صحيحة true the shemal wind can causes sandstorms رياح الشمال تسبب عواصف رملية الإجابة صحيحة we don't need calcium to have healthy teeth and bones لا نحتاج الكلسيوم لصحة الأسنان والعظام الإجابة الخاطئة we need calcium to have healthy teeth and bones reported questions become statement الكلام المنقول يصبح جملة مثبتة when they are reported عندما نعيد قولة الإجابة صحيحة when we report statement we don't need to change the pronoun عندما نعيد جملة كلام منقول لا نغير الضمير أو نغير الفاعل لا نغير الفاعل لأن مثلا على سبيل المثال جملة الكلام منقول نقوله مثلا I'm sorry he said I'm sorry he said I'm sorry مثلا نقولك أنا آسف بس أنا آسف قلتها ننقل فيها شخص قال أنا آسف ونا ننقل فيها نقول I'm sorry أنا آسف هو قال هو لما نحكى عنه نفسه قال I لكن أنا لما نحكى عنه نقول he فالضمير أو الفاعل حيتغير يبدأ الإجابة غلط choose a suitable answer اختار الإجابة الصحيحة number one material that has been made by weaving مواد تصنع من النسيج water الماء ولا fabric القماش ولا wood الخشب ولا iron الحديد إذا كانت من النسيج هي fabric القماش two to make holes in something using a tool صنع حفرة أو فجوة باستخدام أداة وعندي الخيارات drill hole destroy طبعا الإجابة الصحيحة هي drill drill معناها البونتة البونتة متاع trouble يعني أداة تحفر فلما يقولك tool معناها drill three they are called trade windows because اسموها الرياح التجارية بسبب in the past في الماضي sailors used them استخدموها البحارة to move their sailboats لنقل قواربهم when they wanted to trade لنقل قواربهم الشرائية عندما أرادوا التجارة فجاءت تسمية من هذا الاسم if you heat water 200 degrees لو غليت المية إلى 100 درجة مئوية it boils it boils ستغلي this is a sentence الجملة هذه جملة شنو zero ولا first ولا past tense ولا present perfect tense الجملة هذه هي جملة zero conditional جملة zero f الشرطية النوع الصفري لأن التكوين متاحة عبارة عن جملتين الجملة الأولى في present simple في المضارع البسيط مفصولة فاصلة بعدها جملة واحدة أخرى في المضارع أيضا البسيط فالجملة الأولى if you heat water 200 degrees هذه جملة مضارع بسيط بعدها فاصلة بعدين الجملة الثانية اللي هو جملة الإجابة it boils إنها تغلي برضو حتى هي تكون في صيغة المضارع البسيط يبدأ هذه zero conditional five which of the following is prefix 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 معنها البادئة قضينا مع بعضنا في حاجة اسمة prefix وصفكس الصفكس اللواحق لكن prefix البادئة أي من هن بادئة لهي الفل ولا اللس ولا الام ولا الابل الفل واللس والابل هذين كل هن صفكس هذين كل هن لواحق لكن prefix هي ام I'm polite مثلا I'm patient هي البادئة تكون في البداية six all students at my school study French كل الطلبة في فصلي يدرسون الفرنسية الإجابة الإجابة صحيحة هي a معناها all معناها every معناها every student in the school studies French معناها كل شخص في المدرسة الإجابة الفرنسية all معناها every question 3 مع the words with their definitions طابق التعريفات الكلمات مع التعريفات السؤال الأول a formal event حدث رسمي to celebrate special occasion ل احتفال بمناسبة خاصة اللي هو ceremony ceremony معناها احتفال a man who is getting married الشخص الذي يتزوج اسمه اسمه Grum عريس the mother of the person you marry أم البنت التي تتزوجها اللي هي اللي هي mother in love الحما او العمة mother in love بعدها for the celebration when people get married احتفال الزواج شن سمو فيه wedding من احتفال الزواج a plant that used to decorate the skin or color her ه النبات نوع من النبات نوع من النبات تستخدم في تزين الجلد او الشعر اللي هو الحنة f the woman who is getting married المرأة التي تتزوج هي bride العروس كوششن فور complete the sentences with the adjectives from the box اكمل الجمل باستخدام صفة من الصفات في الصندوق نقرو الصفات وترجموهن وبعدين نجو للأسئلة الصفة الأولى curless curless معنى اهمال to regular منتظم او عادي impatient معناها غير صبور fairly إلى حد ما different مختلف extremely للغاية question one if you take regular exercise إذ مرس الرياضة بانتظام you will be fit ستكون لائق and healthy وصحي two when you start exercising عندما تبدأ بالتمرين you should find something you are fairly sure about ينبغي عليك أن تجد شيء أنت تجد نفسك فيه إلى حد ما تبدأ بالتمرين حاجة تحبه يعني three it's a good idea to try and choose different ways of exercise بس فكرة جيدة لو تشوف طرق مختلفة لتمرين so you don't get bored عشان ما تملش four if you are curless you will get injured لو كنت مهمل او اذا اهملت احتمال انك تصاب five if you get sport injury اذا اصبت it can be extremely painful إذا أصبت فممكن يكون ألم مؤلم للغاية وفل هذي طبعاً اللواحق اللي قلنا عليهن الصفكس اللواحق اللي هذن جاتني في نهاية الجملة وكلمة كيرلس حتى هي اللس جاتني في نهاية الجملة أما الامبايشنت امبايشنت ام جاتني في بداية الجملة هذي بريفكس البادية سكس عندما تبدأ بالتمرين لا تكون غير صبور يعني مستعجل وانتقل التمرين الأخرى بشكل بطيء ما تستعجلش نقرم أبعدنا ونجاوب الأسئلة وهي مختلفة أيضاً عن ما هي كانت في الماضي في الماضي كانت تقام حفلات الزفاف بأكثر من عدة أيام وانا ناس قليلة اللي ما زالوا عندهم الزفاف بشهذا الشكل الناس غادتاً او غالباً ما عندهم مش وقت وماني تتزوجوا في الحال بيش يخذوا وقت للاحتفال بالزواج في الفلبين في الفلبين بعض الفلبين يتزوجوا في الحال سنرى بعض تقوص الزفاف الزفاف مهم للعروس والعريس ولي كلا العالة إلتين لهذا السبب يكون في حفلة الزفاف احتفالات كثيرة يوجد فيها تتضمن العائلات والأصدقاء في الشرق الأوسط والأفريكا وشمال الأفريقية في يد العروس وأرجلها تزين بالحنة هذا لجعلها جميلة ويجلب إليها الحظ السعيد بينما هذا يحدث الأصدقاء الفتاة يشربون شاه يظهر معها ويستمعون إلى الموسيقى في مروكو في المغرب يحملون العريس في كرسي مخصص للحلاق لقص شعرة هي مناسبة سعيدة لكل الناس في العائلة العائلات تحتفل بالموسيقى والأغاني والرقص في الاحتفالات البدوية في الخليج من الرجال يرقص رقص تقليدي الطعام هو أيضا مهم جزء مهم جزء مهم من المناسبة العروس والعليس يدعون أصدقائهم وعقربهم إلى موائد كبيرة في المغرب في المغرب المرحب بالعروس في منزلها الجديد with milk and dates بالحليب والتمور في ليبيا في تقوص الزفاف أو احتفالات الزفاف في ليبيا ممكن تأخذ ثلاث أيام تستمر لمدة ثلاث أيام و أغلب التقوص تتضمن ملابس خاصة نساء البدو يرتدون ملابس ملونة أو أقمشة ملونة في المملكة المتحدة ترتدي العروس الأبيض لترمز إلى النقا نجول الأسئلة question number one in which country do people get married in group ceremonies في أي دولة يحتفلون الناس في مجموعة فلبين الفلبين قلنا what are the bride's hands hands and feet often decorated with ما هو الشيء الذي يزين يد وأرجل العروس هو قلنا الحنة المروكو في المغرب where do the groom's friend take him before the wedding وين يشيلوا العريس قبل الزفاف to the barbers إلى الحلاق four what do men do ماذا يفعل الرجال in traditional bedouin ceremony في الاحتفالات البدوية dance traditional dances يحتفلون احتفالات يرقصون رقص تقليدي what do bedouin women in Libya wear ماذا يرتدينا النساء البدو في ليبيا in their wedding ceremonies في احتفالات الزواج clothes made of colorful fabric يرتدون ملابس أو أقمشة ملونة what does a white dress symbolize in the United Kingdom لماذا يرمز اللون الأبيض في المملكة المتحدة إلى purity purity قلنا النقع وإلى هنا نصل إلى ختام الدرس الصف الأول الثانوي من الأسئلة السرشدية كان معكم أستاذ أحمد حوتي تمنى لكم التوفيق والنجاح ودومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته